هنروح لزميلنا في ملعب المباراة فاروق صلاح ونتعرف منه على آخر الأجواء قبل المباراة مفوندق اللقام فضل يا فاروق كل الشكر لكابتننا الكبير لكابتن أيمن شوقي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان من هنا من داخل مقر إقامة تفاريق للنادي الآلي وآخر استعدادات تفاريق النادي الآلي لمواجهة تفاريق بيرامدز في مباراة الدور ربع النهاية لكأس مصر طبعا نسخة الموسم الماضي كابتن أيمن خلينا أكد لك طبعا مباراة محددك قلت مباراة في غاية الأهمية مباراة في غاية الصعوبة بيزيد من صعوبتها الظروف اللي بيعاني منها النادي الآلي غياب لأكثر من 11 لعب كلهم من العناصر المؤثرة للنادي الآلي مع طبعا تغيير جهاز فني أو رحيل جهاز فني ورحيل مستر بيتسو موسماني ووجود الكابتن سامي أمصان اللي كان يعني على قدر المسئولية في المرحلة الأخيرة وشفناه في الأربع لقاءات ومدى تأثيره مع لعب النادي الآلي لكن المباراة النهاردة مباراة في غاية الصعوبة طبعا بيزيد من صعوبتها زي ما قلنا الظروف اللي فيها النادي الآلي والغيابات اللي فيها النادي الآلي أيضا يعني مباراة الأخيرة اللي كانت جمعت ما بين الفرقين في الدوري واللي كانت انتهيب بفوز النادي الآلي بسلاسة أهداف مقابل لشيء بتزيد من صعوبة هذا اللقاء وبتكون عامل ضغطة أكتر على لعب البراميد طبعا للثقر من النادي الآلي في هذه المباراة كابتن سامي أمصان يتكلم مع اللعبين دي المحاضرة بالأمس على ضرورة التركيز في هذه المباراة وطبعا زي ما تعرفها كابتن أيمان هي مباراة بطولة مباراة صعبة جدا مباراة دور ربع نهاية ثم إن شاء الله تكون في مواجهة في الدور نصف نهاية أمام فريق بيترو جيت ثم مواجهة أمام فريق الزمالك اللي كان صعب طبعا للمباراة النهاية كابتن سامي أمصان أشاد باللعبين بالروح اللي شفناها في آخر لقائين خاصة اللقاء غزل المحلة والتصميم والإرادة اللي عند لعب النادي الآلي على تحقيق الانتصار في ظل الغيابات وقال يعني ده أهم مكاسب اللقاء أيضا المكاسب وجود وظهور أحمد نبيل كوكا بشكل أكثر من رائع مصطفى شبير من قبل زيادة الطارق وكان اليوم جلسة مع الكابتن سامي أمصان اللي أشاد وقال أن الفرصة أمام الجميع اللعبين الكبار اللعبين النشئين الجميع بيلتفع حول هدف واحد وهو تحقيق الانتصار في كل مباراة يعني عقب المران الأخير كابتن سامي أمصان كان أعلن يعني قائمة للفريق وتوجه الفريق للمبيت في أحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء استاد القاهرة اللي هستضيف أحداث هذا اللقاء خليني برضا أقولك أن النهاردة كابتن أيمن التفاصيل يوم كان تناول اللعبون واجبة الافطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم واجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة والنص المحاضرة الفنية للكابتن سامي أمصان كانت في تمام الساعة السابعة طبعا بيركز على بعض الأمور ويتكلم فيه المحاضرة الفنية على آخر الرتوش الأخيرة وطبعا بانخلالها بيعلن التشكيل اللي بيقود به أحداث اللقاء دور مهم جدا للجهاز الفني كابتن سيد الكابتن سامي كابتن محمد شارف في تحفيز اللعبين وخلق دوافع وتجديد الدوافع لللعبين أيضا دور مهم جدا لكابتن النادي الأهلي كابتن وليد سليمان كابتن محمد الشناوي كابتن رامي ربيع كابتن عمر السلية ودورهم مع اللعبين اللي احنا لمسينه داخل مقر الإقامة كابتن أيمن شوف الجلسات السنوئية ما بين اللعبين يعني أثناء تناول الوجبات الجلسات فيه روح عند لعبة النادي الأهلي روح وكابتن سيد الكابتن نسامي ودور الجهاز الفني إنه فاصل اللعبة تماما عن كل الأخبار اللي بتدار عن الجهاز الفني الجديد أو المدير الفني الجديد عندنا مباراة مهمة جدا هي مباراة بيرامدز دون التطرق تماما لأي أمور أو أي أخبار بتقال أو تتردد على السوشال ميديا الجميع بيركز على المباراة الجميع بيركز على ضرورة تحقيق الانتصار على فريق بيرامدز الجميع يعرف عارف مدى هذه المباراة مدى تأثيرها سواء للعبين سواء للجمهور سواء أيضا للجهاز الفني أقدر أطمنك إن شاء الله الروح اللي احنا لمسينها من اللعبين اللي شايفينها في الجهاز الفني إن شاء الله تنعاكس على اللعبين في الملعب مباراة تكون حضرة فيها شخصية لعبة النادي الأهلي إن شاء الله اللي دائما بتظهر فيه الوقت الصعب أكد لك برضو كابتن أيمن إن المباراة طبعا بي بدون حضور جماهيري طبعا هيكون النادي الأهلي وبالزي الرسمي للنادي الأهلي للرداء الأحمر فريق بيرامدز هيكون بي الرداء الأزرق لي فريق بيرامدز تكيس جونياس المدير الفني لفريق بيرامدز نبه وشدد على اللعبين عدم النظر لغيابات النادي الأهلي وضرورة استغلال زي الغيابات وطبعا يعني في التمرين أو التدريب الأخير ركز على بعض الجوانب الخططية الخاصة بفريق بيرامدز وضرورة استغلال طبعا غيابات النادي الأهلي بيغيب عنه في هذه المباراة طبعا إبراهيم عادل واحد من العناصر المؤسرة محمد حمدي وعمر جابر إن شاء الله مباراة تكون يعني مهم الفريق النادي الأهلي إن شاء الله نعكس مرضوضة ونشوفه في أرض الملعب ويكون التوفيق مع فريق النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة كابتن أيمن ويكون فريق النادي الأهلي قادر على تحقيق الانتصار في هذه المباراة طبعا اللي بيودرها الحكم الروماني استفان كوفيكس واحد من الحكام يعني الممازين في رومانيا طبعا ندي كان طلب واستفسار إن يكون للحكام أو لطاقم التحكيم مش من الخمس دوريات الكبرى تمنى إن شاء الله النهاردة يكون الحكم موافق اللي موجودين في أرض الملعب أيضا واللي موجودين على الفور دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي من جديد أتعود الكلمة لكابتن أيمان شاوي شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح شكرا جزيلا للزميل العزيز شكرا جزيلا للزميل العزيز